لأرض. وفي حد بدأ ريكوردينج ولا ابدأو انا. اه تمام في حد بدأ. اه انتو باديينه اصلا من بدري او. لا انا لسه بدأو دلوقتي. اه اصلا سوى بقى لربع ساعة. ماشي اوكي ماشي. طيب احنا المفروض اول يعني هنمسك اجزامبل. اه ونشرح عليه اه الشغل بتاع تخطيط اي ارض استصلاح اراضي اراضي زراعية اراضي زراعية. تمام كده? وعايزين نوصل لها اه قنوات مائية. وكمان نصرف المية من خلال. تمام? طيب انتو اخذتو في خلال المحاضرة. اه شوية الايه. ان احنا مثلا المسافة ما بين الالترع والمصارف بتعتمد على. ما بينه بتعتمد على ايه? النوع التربة. اه من حيث لو هي تبقى المسافة اه واحد كيلو. لو هي ايه? يعني دايما من واحد لاتنين كيلو. لو هي سل تبقى 1.6 كيلو. لو هي ساند. لو طبيعة الارض اللي انت عامل فيها القناة والمصرف دول وماشيين ايه براري اللي بعد. يبقى المسافة الدستانس ما بينهم ايه? اه باتنين كيلو. تمام كده? في مثلا بعض الكولسترينز الباقية اه لو هي الارض كوريجيتد فبتي بتبقى اسهل في في التأسيمة او ازاي ان احنا نقدر نقسم الارض بتاعتنا زي المنظر اللي احنا شايفينه. تمام كده? اللي هو من الاخر يعني بما يسمى السيرفيس توبغرافي. السيرفيس ايه? توبغرافي. السيرفيس توبغرافي اللي هو بيعتمد على شكل الارض. والله لو فيه بقى منها شكل كوريجيتد زي ما احنا شايفين كده اللي هو ارض معرجة. فيها عالي قمة وقاع بينين اوي بشكل واضح زي الجزء اللي فوق ده اللي انا بشاور عليه. او يبقى الجزء سلوبي زي الجزء اللي احنا شايفينه ده. واللي سلوبي ده كان بيتقسم لاجزاء. ممكن يبقى جزء منه ستيب ان هو بناخد بالنا طبعا او بنحسب طبعا اللي سلوب. اه فيه كده الدكتور برضو قالتلكو عليها. اه ان احنا مثلا لو نعرف امتى يبقى اللي سلوب ده فلات سلوب او ميلد او ستيب. ده على اساس ايه? يعني لو هي فلات. ده لو انت جيت حسبت اللي سلوب بتاع الارض لقيته ان هو كان اقل من عشر سنطر كيلو. طب لو من عشر الى عشرين الميل الارض اللي هو الكلام ده كله في الكاتيجوري بتاعت مين عملنا الكاتيجوري جايزنج للجزء ده. اهو. ده كله اسمه سلوبي. جزء سلوبي يعني مائل وايه? والقمة والقع مش بينيل. كأنها ارض شبه فلات. تمام كده? بس فلات بس ممكن تبقى فلات ومنزلقة او منحضرة بشكل ستيب قوي. عالي قوي زي مثلا ايه? اه جنب جبل. الجنب بتاع الجبل. جنب الجبل دوت ده ستيب جدا. او ارض بطبيعتها ايه فلات اقدمك هي فلات. يعني مفيش جبل وقاع وبينين. ولكن لو انت وقفت عليها تلاقي نفسك بتزحلق جامد جدا. يعني بسرعة جدا. وفيه جزء بيبقى فلات. تمام كده? او الارض قاسب بتاعته سلوبي. منحدرة يعني ما فيهاش قمة وقاع. ولكن ايه? الميل بتاعها الطولي خفيف. يبقى هنا لو انت واقف هنا. تجي عايزة تمشي للجزء دوت. لقى نفسك ايه? ماشي بسرعة ايه? اه خفيفة جدا. على العكس مسلا هنا. طيب احنا بقى بنكتشف ده ازاي? قلنا ان احنا نحسب الاسلوب بتاعنا. والله الاسلوب بتاعنا تاع الارض دي. نعمل كده اي. ونبدأ نحسب الاسلوب بتاعنا ونشوف. والله لو اقل من 10 سنت في الكيلو. يبقى ده فلات. طب لو من 10 الى 20 يبقى ده ميلد. اكتر من 20 سنت في كيلو ده من سميه الايه? الاستيب اسلوب. من 20 ل 30 بقى اكتر من 30. تمام كده? فنتكلم ايه? انه هو استيب ايه? استيب اسلوب. تمام كده طيب. طبعا برضو لو انت تأكيد اخدين مساحة. فانت انت من مساحة كنت عارف ترسم ازاي السيرفي ده. خطوط الكنتور تعلمت ازاي ترسمها. تمام? فالتفاهم في الكنتور ده مين العالي ومن الواطي. لو انت لما كان خطوط الكنتور في حالة الاسلوبة لو كان قريبة من بعض زي ما انت شايف كده. كنت تقريبا بتتوقع ان ليه? الارض هنا بتبقى ايه? استيب. ولكن لما الخطوط الكنتور المسافة توسع كل كنتور بعد مسافة طويلة. ده معناها ان الارض اصلا ايه? او خفيفة الانحضار. تمام كده? كل مسافة كل مساة كيلو عقبال ما بتنزل حتة. بتنزل الاتنين ايه? الاتنين سنتي دول. كل كيلو بتنزل الاتنين سنت. على عكس هنا اربعة ثلاثة بوين تمانية ثلاثة بوين ستة في ايه? في تدرج في ايه? في المناسيب بمسافات قريبة قوي. يعني معناه ان فيه تغير سريع بيحصل ايه? في المناسيب على مسافات قصية. تمام كده? طيب. تعالوا اول حاجة نمسك الجزء الكوريجيتد. الجزء الكوريجيتد دوت. نعرف منين العالي والواطي. هم. على ما نمسك الجزء ايه دي اللي واحدة? نعرف منين العالي والواطي. طيب هقول. اه يعني انا قادر امكان انا مش عايز ايه ان الناس اه يعني نتقطع بعض علشان نقدر ايه? ناخد اكبر كم ممكن واكبر معلومات واستفادة ايه? ان شاء الله في الستشن نيه. اه بصوا شباب. اه دلوقتي عندنا ايه? الكنتور مثلا ده 4.5 4.4. اسف. اه. 4.2 4.2 4.4 4.6 4.8. طيب. هل ده القاع? ولا ده القاع? حاجة من الاتنين. في طريقة ان كده حضرتك تاخد كروس سكشن عرضي كده? وتيجي تشوف مثلا ايه النقطة هنا. ونقطة هنا. ونقطة هنا. ونقطة هنا. طيب النقطة اللي هنا دي منسوبها كامل. هتلاقي منسوبها ما بين ال 5.2 وال 5. طيب. والمنسوب اللي هنا. ما بين ال 5 والايه? وال 4.8. طيب وهنا. النقطة دي. ما بين ال 4.8 وال 4.6. ثم بتلاقي بعد كده. كده احنا كان هنا بايه? بننزل. صح او لا? المنسوب عمال ينزل. في الخط ده. تمام? وبعد كده هنا. اه ده. ابتدى ايه على تاني. 4.8. ثم بعد كده ايه? 5. ورايح ل 5.2. يبقى المكان ده. المكان ده. واطي ولا عالي. لو جد بقى كده سامنا بقى الكروس سكشن. انا بقى اخبناها اكس اكس ده. واسمنا على جنب هنا. هتلاقي ايه? الارض نزلة ثم طلعة. تمام كده? يبقى المكان ده ماله. لو. طيب اللو بوينت دي احنا بنحط فيها ايه? ما يسمى او المصرف. ده اللي والله صعب الكلام ده? طيب. تعالوا بقى نشوف ايه? الحالة اللي بعدها. لو انت العكس بقى كروس سكشن برضو نفس الكلام بقى. بس في الايه? في الحتة دي. الجزء هو بقى منقعر عمل سبعات. ده اللي كان عمل تمانيات. تمام? بس اخلي بالك ما تقولش ان دايما يبقى السبعة كزا والتمانية كزا. مش شرط. تمام كده? طيب. علشان بتبقى عدلة الورقة. يعني ممكن المنسوب ده هو اللي كان قليل وبعد كده بيزيد. على عكس هنا. كان هنا الكبير وبعد كده بيقل. فممكن تبقى بالنسبة لك السبعة هنا. عالي. بس في في الامتحان الدكتور تبقى هنا. هنا 2.2.2.2.5.8. مثلا يعني. متى كده معنا ان دي بقى السبعات بعدلت ورقتك في الامتحان. بقى السبعات هي اللي مين? هي اللي عام. تمام كده? اه اه هي الوضع. تمام كده? طيب. في طريقة غير طبعا الكروستكشن مرضو هنا هتلاقي ايه? هنا يبقى من 5.5.2. بعد كده طالع من 5.2.5.4. بعد كده يبدأ ينزل تاني. فخلص فهمنا ده عيب يعلى وبعد كده ايه? بينزل ده. تمام? طيب فيه طريقة تانية ايه? اسهل. ودايما منقولها كده للشباب يعني كل سنة. حضرتك بكل بساطة الكنتور ده مش اخد كما لو كان هيكمل دايرة. فبتيجي حضرتك تعمل ايه? تقول طب انا لو عملت ده كده وكملته كما لو كان دايرة. وده كملته كما لو كان دايرة. كأن الكنتور مش مفروض كده كأن الكنتور كان هيكمل بس تبدأ يتعاون كده. لأنها كمل الدايرة بتاعها. كأنه منغلق على هذا. فحضرتك هنا المنظر ده. هتلاقي هنا. 4.6.4.8.5. يبقى مين الدايرة الصغيرة? مين الدايرة اللي جوه هي ال4.6 اللي هي اصغر مين? اصغر دايرة فيهن. يبقى كأن ده انا برسم ايه? حفرة. كأن كل ده نازل يصب في مين? في السغنون اللي جوه. يبقى لو الكنتور الصغير. آسف. الكنتور الكبير بيلفة حولين الكنتور الصغير. يبقى دي يا شباب مصرف. طيب بالعكس تعالوا مجرفة هنا مثلا. هنا. 5.6. لو كملناها دايرة. 5.4. 5.2. هتلاقي دايما ايه? الكنتور الكبير. لو انت الدوائر الصغيرة. هي اللي بتلف حولين الكبيرة. يبقى ده كده كأنه ايه? قمة. طالع. انت الكنتور اللي بره هو السغنون اللي هو 5.2. وبيلف حولين ايه? كنتور عمال بيعلة. كنتور عمال بيعلة. كأنك بترسم جبل. تمام كده يا شباب. يبقى دي كده طريقة تانية برضو نعمل بايه? نعرف نحط فين الترعة ونعرف نحط فين المصر. طيب الخطة اللي بعد كده. ده كده كل ده انا باتكلم في فقط. ها? الخطة اللي بعد كده بقى نبص على المآكز بتاعتنا اللي هنطلع منها الشغل بتاعنا. يعني هنا مثلا. ايه المسألة عندنا? عندنا ايه بتاعنا? ده كده ايه? قناة رئيسية تمام? بتغزي يا شباب. طبعا هي مكملة. كده XY يعني هي مكملة اصلا. تمام? بس احنا اخدنا منها كده. وابتدينا نطلع منها ايه? قناة فرعية. هنا طبعا اكيد كان فيه كنال تانية برضو بتغزي من? اراضي زراعية تانية وفي برانش كنل طلع بتغزي ارض هنا وفي برانش كنل طلع هنا فاحنا ايه دي برانش منهم بس اللي ايه اللي بندرسه. كيف احنا عندنا ايه مين كنل. تمام. طالع منها برانش كنل اسمها ايه? سي اتنين. طبعا هنا اللوجو ده او الشكل ده. اللي هو مين مأخذ القناة. يعني هنا ده كده مدخل المية من المين كنل برانش كنل هتاخد منها مية. ده الشكل اللي هو ده بيبقى اسمه ايه? مأخذ. او اللي هو اللي هد. امام كده يا شباب? طيب. ها اللي بعده نمشي بقى وراها. دي كده البرانش كنل بتاعتنا. اللي احنا نمشي بيها وهنغزي بيها او الدكتور واضح ان هي ماشية بيها او. لحد فين? لحد الاخر. لحد تحت. او ماشي بالبرانش كنل. لحد الاخر. يبقى دي ايه? القناة الرئيسية اللي هتغزي الارض بتاعتنا. طبعا الديجري بتاعت القنوات برضو انت اخدتها في المحاضرة. في حاجة اسمها المين كنل تغزي البرانش كنل. واللي هنرسمها دي اسمها هي بقى اللي تطلع من البرانش كنل. الديستريبيوتوريز. اللي ايه يا شباب? الديستريبيوتوريز. تمام كده? طيب. اه. اللي يهمنا في القنوات برضو اكيد برضو تقالت ان ايه? ان القنوات لازم تمشي بالتدريج. لازم ده يسلم لده. يعني المين يسلم للبرانش اللي قال منه. والبرانش يسلم للديستريبيوتوريز. والديستريبيوتوريز بعد كده بتتوزع بقنوات اسمها ايه? برايفيت. بس دي طبعا احنا ملناش دعوا بيها. دي بتبقى ايه? لان دي بتبقى خاصة بالمزارع نفسه هو ايه? اللي بيقسمها بمذابه بقى. تمام كده? اللي هي اللي كان اسمها في رأي وصرف لو تفتكروا. اللي هو الراي السطحي اللي هو كانوا نعمل فورو او نعمل بيزن او نعمل فهو براحته. بقى هو عايز يقسم ايه? يقسم الارض بتاعته. يعملها مجموعة من الرايفيت كانالز كفوروز. شوف هو عايز يوزع ايه? الارض بتاعته دي. احنا ملناش ايه? ملناش دعوا بيها. عايز يعملها القناة يعديها بالكامل فورو كبير. ويبدأ هو ايه? ايه يكون يعني يجيب مسلا مسائي. تضلق المية مسلا يمين وشمال الارض هو ايه? على كيف? وعشان كده احنا منتدخنش بالايه? في الرايفيت كان. طيب. تعالوا بقى هنا ازاي بقى نرسل فين الترعة وفين المصرف? طبعا احنا عارفين ليه منحط ترعة ومصرف? احنا نحط ترعة علشان تغزي الارض. طبعا الترعة بالمنطق. لو ده قمة وده كان القواع. بالمنطق ده اكيد فين اللي هتحط الترعة? اكيد مش هحط الترعة هنا. واحط المصرف فوق. لأ اكيد انا هحط الترعة فين? في القمة فوق. عشان ده 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 المية او ايه? تروي الاراضي. الزراعية يمين وشمال عشان هي هتبقى في العالي. طب والمصرف ايه يتحط في الواطي هنا? عشان حضرتك لو المصرف ده ما كانش موجود. كنت المية هتيجي. وتفضل ايه? طبعا المية اللي هي مش السيرفيس رانوف. ده السيرفيس رانوف بلاس. المية اللي اكيد بتنزل ايه? نتيجة الزراعة. في مية بتنزل نتيجة الزراع. الانفلتريشن. فالانفلتريشن ده بيجي. ويبدأ ايه? هيلاقي نفسه بيمشي باي ايه? واحدة واحدة ما بين السويل لحد ما هيوصل هنا. ويبدأ يعمل بقى يبركلك هنا. واللي زي ما بيقوله كده بالبلد يتلاقي الارض ايه? تطبل. تمام كده? وطبعا المية هنا طول ما ما فيش عملية صرف ما فيش هنا حفرة بقى بكونها كده. بحيث ان ايه? مجرة او حفرة عاملها بحيث تبقى طبعا هنا ما ايه? خلاص بقى فيه فراغ لما انا عملت كده. فالمية تبدأ ايه? تلاقي فراغ ترمي فيه. بحيث ان المية ما تفضلش متكومة في الهينا الطين او الارض الزراعية يعني في التربة بتاعتي. فطبعا لو حصل كده هيحصل ايه? هيتكون هنا او بقى او حشرات في الارض الزراعية وهيبقى فيه حشرات ضررة ممكن تبقى وصبر محصول اصلا. غير ان ايه? الجزئية دي من الارض طبعا بازت. وده مش ده النقطة المهمة اوي. المهم كمان بقى ليه? ان الارض لو تحشر فيها المية او تحولت جواها كده. وفي دهنا بقى مش عارفين نصرف ما ما فيش فراغ هنا نصرف منه. فالمية عمها تتكون تتكون ما فيه صرف. فايه اللي هيحصل? حضرتك الارض دي طبعا المية اللي انت بتروي بيقى فيها نسبة ملوحة. فبيحصل ايه? التربة ملح. ولما التربة ملح يبقى خلاص بارد. الارض بارد. تمام كده? لان هي المية لما بتتحرك بتغسل بتغسل ايه? الفراغات او بتغسل كمية الاملاح اللي تبقى متواجدة مية الرأي بتغسلها ما بين الفراغات وتاخدها طول ما فيه صرف. فيه منفد. فكأننا بنعمل ووشنج. تمام كده? طب لو حضرتك ما فيش الكلام ده والمية متحوشة الاملاح هتبدل تترصب تترصب وما ايه? ما بيحصلش عملية جريان كده صرايان للمية اول بول وتنظيف. تمام? فبالتالي ايه? الارض تبور منها. طيب فحضرتك هنيجي نرسم هنا بقى اول حاجة القنوات في العالي والمصارف في الواطي. تعال بقى نرسم كده. هتقول لي طيب تمام يا شوانسة هنست شايفين من شوية. هنا ده شكل الايه? ده شكل العالي وهنا كده اهو ده واطي وهنا ايه? عالي وهنا واطي. طيب يلا بينا. اول حاجة ممكن نختار مثلا قلم ايه اخمر كده. نرسم القناة. طبعا القناة بتاعتي بتبدأ قولنا بيه? بهيد ريجيوليتر. ونمشي على القمم بتاع دي. طيب وتنهي بقى. ايه وتنهي فين? بتنهي بحاجة اسمها يا شباب التيلسكيب. نحاول ايه? اقلل اللون ده شوية. عشان يبقى وضع بالنسبة. اهو. اه دي الهيد ريجيوليتر. نمشي ده كده ايه? التخطيط اهو بتاعي. دي كده سنتر لاين القناة. ويرمي بتيلسكيب. طبعا ليه? وقفت هنا يا شباب. علشان فيه زي ما الدكتور ميدي لك قنوات تغزي الارض الزراعية. برضو ميدي لك ايه? المصارف الكبيرة الرئيسية اللي انت ممكن تصرف عليها او تستغلها زي ده كده. ده اللي هو اسمه ايه? الميجور برانش درين. وطبعا الميجور برانش درين ده هيجمع جزء من المياه اللي فوق او في الاراضي الزراعية اللي في الجنب هنا. ويروح يرمي في مين? في مين درين. تمام? ولكن هنا بقى النقطة الاختلاف الوحيدة اللي ما بينها وبين الكنل. ان المصارف انا ما يفرقش معايا الدرجة. يعني لو انا حظي مثلا هنا في مينور درين طبعا الدرجات. في حاجة اسمها ايه? المين. وفي حاجة اسمها الميجور دي اصغر منها. بعد كده في حاجة اسمها المينور. اللي احنا بنرسمها دي المينور. تمام كده? مينور درين. فحضرتك لو في مينور درين. مثلا برسمها هنا. ولقيت المين درين قصادي يرمي عليه عادي. ممكن تنط تعمل درجة ينفع. ما فيش مشكلة. فانا ما عنديش مشاكل في ليه? ما عنديش مشاكل ان مصرف صغير يرمي على ايه? مصرف اكبر منه ضب درقتين ينط درجة. ده عادي. ما عنديش اي مشاكل ان دي في الاو في اخر ايه? مصارف. ما عنديش ايه? ما عنديش اهمية بها او كده. تمام? اما القنوات طبعا لا دي مهمة لان الموضوع اللي علاقة بالكيوهات وتحكم في كميات المية. فالموضوع جدا. فلازم الكبير يسلم الصغير بانتظام. تمام كده? طيب. فاحنا بالتالي اول حاجة رسمنا مين? القناة بتاعتنا. ونهت هنا عشان لاقينا مصرف. فايه? نحط وطبعا المصرف بتاعنا دايما بيبقى شكله ايه? دوتد. وايه? والقود فول. دي بنسميها ايه يا شباب? قود فول. اللي هو المصب بتاعي. السهم ده كده ده الزيرو بتاعي. اللي هو بيرمي فين? في مصرف اكبر منه. وهكذا. تمام? طيب. فهنا حضرك رسمنا الكنل. وفين تاني يا شباب? اوه هنرسم هنا كمان اهو. ديستريبيوتري كمان اهي. تمشي برضو على القمم كده. مكسرة كده باش مونتس? اوه ينفع تمام. مكسرة كده. طرح ما انت ماشى على اعلى ايه? اعلى سك. تمام كده? لازم تمشي ايه اديت اهيه. دعني مثلا دي. ثم دي. ثم دي. ثم دي. اهو. وهكذا. ممكن كنت ديجي كده شوية. تمام? الموضوع ده باش مونتس يعني هيبقى فتة. لا 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 عادي. يعني لا انا جيت كده هو شوية. انت جيت كده شوية. مش دي. دي حسوك يعني زياد. طيب تعالوا بقى نرسم ايه? المصرف. او نقدر نرسم المصرف مثلا. مسلا. تمام? المصارف بقى. احنا الوقت عندنا القناة هنا. عندنا قناة هنا. وهترمي المية ازاي? يمين مش مال. صحنا لا. عندنا مية هنا. هترمي ايه? يمين مش مال. لان ده العالي. دي القمة بتاعت الجبل. وده كده سفح الجبل وصفح الجبل هنا. او سفح التبه وصفح التبه. طيب. فهنا برضو نفس الكلام ده هترمي كده. دي هترمي ايه? كده. واحنا عندنا هنا نقطة خطر. اللي هي النقطة الخطر دي اللي نقصد بها ايه? النقطة هتجمع مية. تمام? ارض اللي ايه? الارض الطبيعة بتاعتها هتجمع مية. وهتبوز. برضو هتجمع مية. وهتبوز. يبقى احنا عندنا ايه? منطقة التانية التالتة محتاجين ايه? مصارف فيه. طيب يلا بنا بقى نقطة دي المصارف بتاعتنا. نجي بقى نرسم المصرف. نقول ايه? ادي المصرف بتاعنا الاول. طبعا برضه هيمشي على ايه? على قيعان. ويصرف هنا. ادي اول اوتفول. نفس الكلام ده. ايه? ويرمي في الاوتفول. واخر واحد دوت. هنجي نعمل ايه? كده. ويرمي برضو في مين? في الميجور درين. سهلو والله صعب الكلام ده? حتى لان الدنيا تمام? لو في حد عنده سؤال ممكن ان ايه? تمام. في بقى هنا تركة مهمة جدا. او اتنين. اتنين. خلينا نقول ايه اتنين احسن? التركة الاولانية ان فيه ارض زراعية ماتت. واحنا رسمين كده. مين بقى الارض الزراعية اللي هتكون ماتت? دي اتراوت يمين وشمال. ودي اتراوت يمين وشمال. فانحنا المستطيل ده كده تمام. والمستطيل اللي جنبه ده تمام. والمستطيل زي الفل. بس اقول لك عليه برضو في ايه? هيبقى فيه ممكن مشكلة. والمستطيل ده زي الفل. لان ده مية كلها جريت كده. راوت اللي راوته. والبقى اترامى ايه? في المصر. مشكلة كلها في المستطيل الجميل ده. هيتروي منين? في حد بقى ايه? ممكن يستنصح يقولك طيب ما احنا عندنا البرانش اوه ممكن نروي على طول منها. احنا ليه نتعب نفسنا? هقولك لا يا باش مؤدس. الكلام ده غلط. لان حضرتك البرانش كانل ما ينفعش اروي منها مباشرة خصوصا في الايه? في البدايات. طيب الكلام ده ممكن يحصل امتى? وهقولها دلوقتي وبعد كده ايه خليها في دماغك. ممكن يحصل في اخر ريتش في الايه? في البرانش كانل ليه? هنتكلم دي ان شاء الله ايه? بعد شوية عنها. لما ننزل للحتة اللي تحت دي. يبقى نحطها كده ايه في الزاكرة عندك? ان احنا البرانش كانل ما ينفعش يا باش مهندس. اروي منها في اي حتة كده طلع منها مية دايريكت. ما ينفعش. يعني طبعا بيبقى في ايه? وبيبقى فيه يعني كنترول على المية. اه وانت لو جيت راويت من يعني فيه واحد هنا جي راوة هنا مباشرة منها كده. بيتسجن فيها. تمام كده? الموضوع بيبقى ليه علاقة ايه? الحكومات وكده بتبقى ايه? عاملة سيطرة على القنوات اللي هي البرانش دي. بحيس ان ما حصلش سحب جائر على زميله اللي هم قدام هنا. يعني لو انا فتحت هنا دايريكت ايريجيشن وراوة مباشرة. خلاص هيسحب بايه? بكمية ممكن اخبر ايه? مش ممكن دا اكيد. فهيروح معجز في المية اللي هتوصل في الاخر ايه ناصل. تمام كده? طيب عشان كده بقى هنيجي نعمل حاجة ايه? هنعمل ديستربيوتورين. اه نعمل ديستربيوتورين. تمام? ممكن نعمل ديستربيوتورين. انا شكلها ازاي يا شباب? كده اهو. اهو. وتبقى ماشية في العالي جنب مين? جنب البرانش. دي ديستربيوتوري بنطلق عليها مسمة كده. كأنه ايه كناية يعني. تمام? اهو هي ديستربيوتوري عشان بس النسبة تطلقها. هي ديستربيوتوري عادية اخر لك. ولكن منقول كناية عنها كده بس علشان هي جنب مامتها الكبيرة يعني. تمام? منسميها جنبية. منسميها يا شباب جنبية. تمام? يبقى الجنبية دي هي عبارة عن قناة ديستربيوتوري. بس هي ليها الشرف وليه? ان هي عشان ماشية جنب ايه? البرانش كان في الالايمنت بتاعنا. هتقول لي طب يعني ازاي يعني المنظر ده بش مهندس يعني. يعني ازاي القناة تبقى لحمة كده. طب مش اللي اتنين كده هننفزهم ازاي. ده ان شاء الله هتاخدوا قدام في كروس سيكشن. هيبقى لما انت تاخد هنا ده الالايمنت. الالايمنت يعني ايه? يعني ده سنتر لاين القناة. تمام? المسافة دي اصلا ممكن تلاقيها مثلا اصلا عشرة ولا عشرين متر باللسكيل. بس انت بتخيل ان هي صغنونة. بس هي قدام لما تلقيسها باللسكيل هتلاقيها مثلا ايه? في اثنين متر تلاتة متر اربعة متر. اللي هو لما نيجي بقى نرسم كروس سيكشن لها كده. اكس اكس. القناتين هيبقى شكلهم ايه? ادي القناة ترابيزودر الاولانية. ويبقى مثلا بينهم بيرن. بعد كده تنزل القناة ايه? التانية. دي بتبقى الديستربيوتر اللي بتغذي. ودي مثلا بتبقى ايه? البرانش او العكس دي الديستربيوتر عشان ديه على يمينة بقى. دي يعني اللي على اليمين اللي احمر دي اهل. تمام? قلنا على الشمال اللي هي البرانش. دي البرانش الكبيرة. ودي دي ايه? الديستربيوتر كأن ايه? برسم كروس سيكشن لاتنين. ودي المسافة الصغيرة اللي انت مستهطر بها اللي في النص بسلا اللي هي لاتنين تلاتة متر لانا بقى محتاجهم للبرم اصلا. تمام كده يا شباب? بس ده هتاخدها ان شاء الله في اخر الترم اه في ديزاين الكروس سيكشن ويه والسيء وحاجة اسمها بقى ايه? والقصص كده. مش عايز ايه? ادخلك في القصة دي دلوقتي خالص. تمام كده يا شباب? خلاص. بحنا كده رسمنا مين? الديستربيوتر الاخيرة ديت. احنا كده خلصنا مين? القنوان. يتبقى بقى التريكة التانية. ايه هي بقى التريكة التانية? ان حضرتك الديستنس هل انت شيكت? يعني المسافة دي? ايه وضعها? ما بين كل قناة والمصرف اللي بعده? هل المسافة دي سيف? يعني ايه سيف? مانا لسه قاعد من شوية مسافات. في مسافات لازم نلتزم بيها. اللي هي الكيلو الكيلو نص وقاسف الكيلو بوين ستة. واللي اتنين كيلو. تمام كده? كان تقريبا نوع التربة هنا اعتقد سيلت او كلي مش فارق معايا قوي يعني. تمام? ولكن نوع التربة هنا. لو احنا جينا اقسنا المسافة دي لو افترضنا مثلا. لو افترضنا ان هي كانت سيلت. عشان نحل لها. تمام? طيب. فلو هي سيلت. المفروض المسافة دي. المينموم بتاعها كام? قاسف الماكسيمم يا ربي ايه المينموم دي. الماكسيمم بتاعها كام? 1.6 كيلو. يعني ما ينفعش تزيد عن كده? لا يا باش موانس ما ينفعش تزيد عن كده. تمام كده? طيب. ال 1.6 كيلو ديت. هتيجي تحسبها ازاي بقى من هنا? حضرتك هتيجي تقول لي تم انا عندي اللوحة دي ان هي اسكيلة كام? 1.5 كيلو. يعني يا شباب ال 1.5 كيلو. يعني الصنطي يساوي في الحقيقة نص كيلو. يبقى اي صنطي حضرتك هتقيسه هنا بالارستو. معناه نص كيلو في الحقيقة. تمام كده يا شباب. عشان كده اقولت لكم هنا لو جيت هنا اسك دي ممكن تطلع مثلا صنطي ولا نص صنطي. نص كيلو ده يعني رقم مخترم. تمام كده نص كيلو 500 متر. تمام. فهتلاقي هنا مسافات ايه ما تستهترش بيها. حضرتك لو جيت هنا مثلا است. لقيت دول مثلا ثلاثة او اربعة سنطي. المسافة دي تيجي بقى بالارستو. وتقيس على اللوحة. المسافة دي كام? اكبر مسافة دي ايه. او ابعد مسافة. او ده المسافة دي اتطلع تقريبا. يعني ما تجيش بقى تقول لي هتشيك هنا وهتشيك هنا. والمسافة لا يعني شوف حاجة افريدج. يعني انت ماشي كده. تمام. ودي كده خد حاجة ايه في النص. مش لازم لقى فوق اوي ولا تحت اوي. عشان عارف ان يستيجي تقول لي طب لو دي ما زبطتش اوي بس تجيدي جات زبطك. لا لا. هم ناخد حاجة ايه. افريدج في النص ما بين الخط ده. ما بين الخطين دول ازي. تمام. فلو حضرتك انا بقول مسلا طلع تلاتة سنطي. طلع عن تلاتة سنطي يعني كام واحد ونص كيلو. يعني انت سيف. طب لو كان مسلا اربعة سنطي. يعني دخلنا في اتنين كيلو. اه طب الكيس دي بقى نعمل فيها ايه. المسافة دي كده كبيرة اوي. على نوع التربة. هتبقى قدام في الديزاين مؤزية. لان لسا يلوكو عليها من شوية قلتلك فهتعملوا حاجة اسمها تشيك سيبتش. بديها تبقى هي مؤزية. طب هنعمل ايه. يقول لك طب ما تيجي نفصل الارض دي. بدل ما هي كلها بالمنظر ده. طب ما تيجي هنا نقيس 1.6 كيلو مثلا. او نصفه. بحيث ان المسافة تبقى مثلا بدل مكانة المسافة كلها. اثنين كيلو. نخليها كيلو كيلو. لما احنا كده ايه اصلا كالماكسي متاعنا 1.6. لو احنا اقل احنا كده سيف اصلا. تمام فتيجي تقول لي حضرتك تمام. هي مش المية دي على تبة ودي على ايه. على النقطة الاوطل هنا كده اللي هو ايه المنحضر ده. تمام كده او اسف القاع. فلو احنا جينا قلنا ادي القناة بتاعيتنا ايه الاولى. ولو جينا حطينا هنا مصرف. عشان ايه. المية دي تصرف هنا. ونحط جنبها. مية تانية. تكمل هي بيئة الارض الايه. التانية. مش ده ينفع. او ينفع. ويبقى كده احنا عملنا ايه. قصينا المسافة. نصين. في حيث انها تبقى سيف في الاتجاين. تمام. فحضرتك تيجي تقول لي ايه. تعال هنا بقى يا باش منز. يبقى هنا هرسم ايه اول حاجة. هرسم. اجي مثلا هنا لو دي كلها كانت اثنين كيلو. يبقى هجي. الاثنين كيلو دول اللي هم كانوا عاملين كام? اربعة سنتي. يبقى اثنين سنتي. وراح عامل ايه? مصرف. انا عارف ان انا برسمه دلوقتي ده. هو على الماية. المصرف ده. اللي هنفزه هنا. على المنزلة بتاع التبه من العليل الواطي. وبعده بالزبط وبعده بالزبط تروح راسم ايه لزء فيه كده. راح راسم مين? اللي هتكمل المستطيل اللي ايه? باية المنحط. يبقى دي هتغزي هنا المستطيل ده. ودي تكمل ايه المشوار اللي متبقي لحد المصرف اللي بعد. وبحنا كده فصلنا المسافة. وايه? وبقينا فلسيف صيد. طبعا ما ايه وعى حد يروح باعد دي وحطها هنا. ها? عشان تبقى كارسة ساعدة فيه مستطيل هنا ايه? هيموت. همام كده يا شباب? يبقى لازم ايه القناة لازق جنب ايه المصرف. وما تجيش تقول لي ايه ده? يعني القناة دي انت لزقتها جنب المصرف. مع انك هنا كنت بتحاول انك تزبط المسافة انه مش قريبين من بعض او كده. هقولك عادي. لاننا لما الدكتور لما اتكلمت على المسافات دي. هي اتكلمت على ان المسافات. المسافة ببين القناة والمصرف اللي بتصرف عليه. المسافة ببين القناة والمصرف اللي بتصرف عليه. فالقناة دي اصلا مش متأثرة بدي ولا دي مؤثر على دي كايه? كسيبج. وطبعا ده انا اصد ده الاخص يعني. تمام كده? فالقناة دي مين اللي بيأثر? دي بتأثر على دي. دي بتأثر على دي. اما دي القناة دي مش بتأثر على مين? على المصرف ولا ده هيأثر ايه? الاتنين مش هيبوا جنب بعض اصلا. كسيبج. تمام كده? طيب. احنا كده خلصنا الجزئية اللي ايه? اللي احنا نقول عليها بسيطة. تمام كده? اللي هي جزئية الكوريجيتد ومهضومة بالنسبة لليه? للناس. احنا نرى اللي بيأثر على دي كايه? احنا نرى اللي بيأثر. عليه السفرقية. معلش الويت بورد بس يترخم علي ساعات بتعلق كده تمام تعالوا بقى نكمل ايه في الجزء ده الجزء ده اللي هو الجزء السلوبي انا بتكلم جزء ده يعني ايه كل ده تمام هنختص حتة حتة طبعا هي الدكتور بتبقى قصدى يعني انت بعينك الموضوع بيبقى بعين تمام اللي هي قصدها انه يبقى فيه حتة ستيب وحتة فلات انت بعينك دلوتي شايف وعارف تمام الموضوع ايه لا يخفى عليك وفي الامتحان برضو بيبقى كده اللي هو الموضوع احنا الموضوع مش مستاهل ان احنا نتربك او نحط لك حاجة كده تتحيرك لا 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 الموضوع مش مستاهل الموضوع اصلا فيه مجهود والامتحان بيبقى مدته طويلة جدا موضوع الامتحان ما بقاش فيه بقى ايه تركات ومصايم لا 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 الدكتور يعني حد يعني في قمة اللي اختراهم الدكتورة نهلة والاصطاف كله ما شاء الله علي فهم كلهم يعني ديسنت جدا مع الناس ومش من نوع اللي هم ايه يرخموا على الطلبة او يبقى كل هدفهم انهم يعني يعني يرخموا عليك في الامتحان تمام كده فهو الموضوع بيبقى ايه سيمبل جدا ولكن مشكلة الامتحان ده عدم تمرينك على يعني انك انت تحل بيدك تمام كده ان اللي بيحلش القصيم انت بيده فعلا هو ده اللي هيهنك في الامتحان وفي اللي ايه وفي الفايدل لان تكمن مشكلة المادة دي مش في صعوبتها لا انت هتبقى شايف والدكتور جايباهولك واضح وهتبقى عارف فين الستيب وفين الفلات او فين الجزء الموضوع هيبقى ايه تمام كده بس مشكلتك في الكمية انت هيبقى بتتسائل في كل حاجة ما فيش حاجة اسمها جزئية مش هتيجي انت الحد المسلا الميت ترم اللي هداخدته لحد الميت ترم كل جزئية لازم بيجي عليها سؤال ما فيش حاجة اسمها اللي حتة دي دكتور ممكن تنجلكتها وتجيبها في الفاين ما فيش كده تمام فهي دي تكمن مشكلة ليه المادة دي طيب تعالوا هنا بقى نشوف بقى الجزء دوت طبعا احنا زي ما قلتلك دلوقتي من شوية اللي انا بأتكلم فيه ان هو الجزء ده واضح انه خلينا نقول اسلوبه اعلى من ده بلاش نجزم ان ده استيب لانه ممكن يبقى ميلد هو ده بقى ممكن دي اللي ايه ده ترقي يعني مش التركة هاي دي ممكن بقى اللي تبقى الفارق بس انت خلاص بعينك عارف مين اللي ايه اللي ميل او منحدر اشد ميل التاني طيب نعرف مين بقى الاسلوب بتاع الارض دي طبعا ده حاجة يعني مساحة يعني انتوا اكيد يعني حسبتوها خمسمائة مرة بلكده تشابه مسلسات ان حضرتك تعمل ايه اللي اتعايز اعرف الميل هنا بكام يبقى اعمل خط كده يعني استقزيمكم اعمل لون تاني كده اي حاجة اعمل خط كده اعمودي على الكنتور او على المساء المكان اللي انا عايز ايه اتشك على اسلوبه وتيجي تاخد حضرتك ايه نقطة في اوله ونقطة في اخره ويتقيس المسافة بتاعته قد ايه انت معاك يعني مثلا دول مثلا خمسة عشرة يبقى انت عارف ان ايه الخمسة سنتي دول مثلا باثنين كيلو وش عارف ونص مثلا ايه تمام كده طيب فانت مثلا معاك دول خمسة سنتي يعني باثنين كيلو ونص والمنسوب دوت اللي هو بتاع اللاين ده اول واقفة عند اربعة ونهاية واقفة عند 2.8 يبقى انت كده تيجي تيجي على جنب كده بسرعة حزبها سريع انا ازف نجي نقول ايه عندنا مسلس وهو المسلس ده انا المنسوب هنا المنسوب اربعة وهنا المنسوب 2.8 وهسمي المسافة دي اكس اهي اكس فحضرتك بكل مبساطة تقدر تجيب مين تقدر تجيب السلوب لان حضرتك كده كده انت معاك الواي الواي اللي هي عبارة عن مين الاربعة ناقص 2.8 حلو كده ومعاك ال اكس انت محولها اساسا بالسكيل مثلا دي لو 32.5 كيلو خلينا نقول الرقم ما يه ثابت يعني اثنين كيلو مثلا اللي هو كان كام مثلا اثنين كيلو ده اللي هو كام سنطي اربعة سنطي اربعة سنطي تمام كده نبقى بنتكلم ايه اربعة طيب وهنا اربعة متر ناقص 2.8 متر يعني كام تقريبا نتكلم فيه اربعة اه 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 1.2 1.2 ميتر انت حضرتك هنا ايه معاك 1.2 ميتر فحضرتك بكل بساطة تقدر تحسب السلوب هو عبار عن ايه وهنا دايما اخذ بالك دايما دايما في المادة دي السلوب بيبقى عبار عن بالايه بالسنتيمتر بير كيلو ميتر فانت عايز اجيب السلوب بتاع سنتي على كيلو فحضرتك ايه السنتي اللي هو مين ده السلوب ده اللي هو مين كأنه التان سيتا اللي هو المقابل على المجاور صح تقريبا ايه تمام فحضرتك هتقول ايه بقى الوان بوين تو ميتر هتضربهم طبعا في مية ليه هتضربهم في مية عشان بس ايه اطلعهم بنفس الشكل ده يبقى وان بوين تو ميتر في مية يبقى كده بالصنتي على الاتنين كيلو سيبها زي ما هي عشان عايز اطلع على الكيلو ايه انا كده بالنسبة للي ستوب بقى كان مثلا يعني في المية بمية ايه مية وعشرين سنتي على الاتنين كيلو يعني نتكلم تقريبا ايه ستين سنتي في الكيلو تمام كده ستين ايه ستين سنتي في الكيلو طب ستين سنتي في الكيلو ديت دي مزبوطة ولكن في الغالب المسافة اللي قلت اتنين كيلو دي اكيد مش اتنين كيلو احنا حتى ما عرفش بقى ممكن تيجي بالمصدر هنا او لأ يعني مش عايز يعني ايه بتتكلم ايه سنتي ايه ايه ايس بالمصدر خمسة سنتي ومصد على الرسم اه ما هو هنا اقول لك هتبقى غلط لان انا كل ما بعمل زوم كل ما المسافة بتكبر فانا الاسكيل بتاعي بويز تمام فاحنا هنا خمسة سنتي ونص اه مزبوط تمام خمسة سنتي ونص يعني منتكلم تقريبا في اتنين ونص اتنين ونص كيلو حلو يعني اتنين ونص كيلو يعني لو قلنا المسافة اللي هو 1.2 في المية 120 على الاتنين ونص كيلو اه ده الميل كبير اوي 48 سنتي في الكيل يعني اكتر من كام يا شباب 48 تلع بكام اتنين ونص كيلو اه اشكور يا بشموندس تلع كام الميل 48 واربعين سنتي في الكيلو متر هيبقى 272 مثلا ايه هيبقى اتنين ونص كيلو ولا اتنين 75 اتنين كيلو 75 ماشا عشان انت ايسا خمسة ونص انا قلت بالتقريب يعني يعني في الاخر ما بعدناش انا اصد ان في الاخر احنا ما بعدناش انا بجيب صح انت صح لما تحسبت 75 ايه اتفاض ما عليش ناس بقى اي لا بقول انا بس بحاول انقذ ال 48 سنتي يعني كنت بذكر من خل سوين دول مثلا ممكن اتفاض يعني او كده كده خربونا لان احنا طبعا منتكلم ان هنا كان بالنسبة لنا لو احنا بنعمل كان الكاتيجور بتاعتها ايه ان ستيب له اكتر من 30 يعني احنا عدنا 30 بكتير يعني فاهمني اه 43 وشوية 43 يعني بالزبط بالزبط على حزبة البشواندس اه 43 وشوية 43 بوين ستة سنتي في الكيل تمام كده فاهم احنا ايه فاهم احنا احنا الرقم ده اكبر من كام من 30 او اكبر من 20 مش هتفرق كتير يعني احنا نتكلم دايما فرينج هتعرف قدام ان شاء الله في الصينوط احنا احنا احتاج ان الديستريبيوتر يتبقى ماشية في ارض عشان نزبط ميل المية بتاعها عشان سرعات المية نتيجة النحر او السرعات من مانينج يعني اعزين نزبط ان السرعات تبقى كويسة فالسرعات ميل اللي بتحكم في احوارها الميجور قوي مش الابعاد لان الابعاد انت ممكن تغيرها لان انت السنة هيبقى انت اللي في ايدك اللي بقيت مهندس رسمي انت بقيت دلوقتي تقدر تطلع تعمل اي مشروع استصلاح عرض زراعية وتقدر تخطط الارض لو اي حد يجب لك مشروع فانت تقدر تطلع له ابعاد تقول لان هيا بص الابعاد اللي تقدر تشيل الكيو دي طبعا الكيوهات دي تعرف برضو السكشن اللي هو التالت ابعاد بي و دي فاللي هيبقى حكمة مين بقى اللي بجاي من نتيجة الالايمنت لان دي سنتر لاين كأنها دي سنتر لاين لما تجي بتعمل كده في الخرصانة مش بتعمل حاجة اسمها سنتر لاين اللي يقود بتاع الكاميرات بعد كده تبدأ تحط بعد كده تشيك عليها بقى في الدزاين وممكن تطلع دي دي مش سيف فتضطر من السي وان جي فتضطر انك انت تروح مزود ابعاد شوية هو ده اللي هم نعمل بالزبط على فكرة هنا برضو بنحط خطوط اللي وسط ده سنتر لاين لتقنوات بس ده سنتر لاين بتاع القناة لسه هيباليها عرض بي و دي وكلام ده بيرم وكلام ده بس هي الفكرة في ان كل قناة نديت السنتر لاين حطيتها بناء على كاتيجوري امبيريكل تمام كده اللي حمله بقى الاسبيسنج والسلوبس وكلام ده كله بعد كده نرسم لها حاجة اسمها ايه سينوبتك ده اللي هو اللي التاني السينوبتك اللي هو بنشوف بقى خط المية هيبقى متزبط ازاي مع الارض الطبيعية اللي انت ماشي فيها اوبا يبقى الارض اللي انت ماشي فيها لانك انت لو مشيت بميل مثلا خفيف هتلاقي المية طلعت ربط الارض الطبيعية يعني القناة طفحت طيب هنعرف كل ده ايه قدام يعني مش عايز اشغل بالك قوي بس يعني بقولي الكلام ده لي علشان قدام تبقى التفاهم خطورة الموقف طيب فهنا اللعوة ما بنقول اكبر من ايه اتفضل اتفضل المنطقة اللي احنا كنا عملين نحسب فيها دي مش انا اصلا كده كده من غير حسابات انا مضطر اعمل خطوط موازية لخطوط الكنتور لما تستنى على الناس تستنى على الناس طيب ماشي تستنى ماشي يعني انت عملت حركة باقية لا لا ولا يمك ولا يمك وممكن اقول لك على فكرة على حاجة تانية ممكن تتعمل تحل الموقف ده برضو لو هي عمودي بس يعني انت قلت نص السبب صح ونص السبب من صح تمام كده فاحنا هنا مثلا هقول لك حالا ده فعشان كده قلت لك يا شباب لو هو اكتر من 20 سنط في كيلو فانت تحاول يوصل للعشرين سنط في كيلو للو قدرنا تمام كده طبعا اكتر من 30 دي يعني خلاص اكتر من 30 دي اللي حمس مسمي بقى ستيف سلوب يعني الحد 20 سنط في كيلو او اكتر من ها بشوية فاحنا نتكلم ان دي ميلد تقدر الخام مثلا لو انت مثلا هنا 20 سنط في كيلو مش المسافة دي اللي جابت لك 20 سنط في كيلو اممكن ازاي تخلي ااسف 30 سنط في كيلو او مثلا جابت لك اتنين خلينا نتكلم على الكيس لو احنا قريبين من العشرين لو مثلا 22 سنط في كيلو او الميل دا نجيب لك ازاي تخلي 20 ازاي تصغر الله ينور علي كيف عملت يغير من distance ايه اللي هي الهوريزونتل كده مشيت هزيادة جابعة جابعة بصة شباب الراجل المحترم ده قال ايه قال ان احنا طب ليه نمشي كده كأنك مشيت عمودة على الخطوط الكنتور كأنك وقفت كده على قمة الجبل مثلا او الارض دي مي لقوي كده منحدرة تمام وانت وقفت وروح تنازل ساروخ تمام كده عمودة عليها طب لو انت جيت هنا مثلا لو حد بيعمل skating اللي هو على الرمال وكده لو انت جيت بقى مشيت بالskating دي موازي كده او قريب من الموازي بورب كده زي ما بيقول انت هنا كأنك ايه بتنزل بتدرج اخاف بيكون اخدت مسافة اكبر من لما المسافة دي كانت عمودية على طول فانت هنا عبال من فور ل بس المسافة دي اتخذت في كأنك انت ماشي بال 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 فانت ماشي ماشي وكأنك موازي لل التب للرم لعمال تنزل حبة بحبة خايف تنزل ساروخ كده عمودي فانا عايز امش كده عايز امش بويرب فبالتالي المسافة الكبيرة دي زادت عندي يعني ايه الكبيرة دي زادت فلما نحسب هنا خد بالك انا مسبت لسه منسيب لانا قلت لك لازم اغطي الارض كلها من اول الاخرة فانا هنا من ما بين برضو لسه منسوب اربعة واخر بس المسافة الاكس دي تولد فبالتالي اكيد هنا لما المسافة دي تكبر في الديوميناتور اكيد اللي ستوب ده ماله هيقل طيب في الحياة دي في حالة ايه لو انت لسه ايه لو انت اتنين وعشرين اربعة وعشرين لو ميلت شوية تقدر توصل للعشرين دي وردة شوية اما لو قسرت التلاتين دي بنسبة تسعة وتسعين في المية لازم تمشي موازل الكونتور ليه مهما عملت لو حسبت مسافة الاكس دي انت هتتجنن في الامتحان ليه بقى لو حضرتك حسبت مسافة الاكس دي هتكتشف اتبقى هنا بتجيب ها بالراجع ازاي دلوقتي مع فرق منسيب قردي ثابت طيب والاسلوب اللي انا عايز اوصل بالراجع هنا كنت انا اللي بحسب الاسلوب لان المرة هافطر انا عايز اوصل للعشرين قل لي الاكس اللي تجيب للعشرين دي فحضرت ترح راجع هنا وتقول ايه يبقى انا دلوقتي فرق الملسيب زي ما هو على مسافة هنا بقى تساوي هنسوا مين بالعشرين وتروح جايب مسافة مين اكس بالكيلو وتروح محولها بالايه بالسانتي عشان ترجع تحطها على ايه على بالارستو او بالبرجل بتاعك ده هنا بالبرجل تمام كده تجيب تراخد المسافة لتلات بالكيلو تحولها بالسانتي وتقف هنا بسن البرجل وتروح فتح البرجل بتاعك المفروض سن البرجل وتفتح البرجل وتحاول تشوف المسافة بتاعتك دي هتقطع فين هنا هنا البرجل هيقطع هنا ولا هنا تشوف القلم بتاعك هيقطع المسافة فين وتروح عامل خط وهمي خفيف تعرف كده ان الميل ده هو ده اللي احنا ايه هنعمل موازيات للقنوات نبدأ بقى نمشي التخطيط بتاع حتة بالموازيات كده يبقى ده كده كإن خط العمل لأي قناة يعني خط العمل للويرب اللي انا عاملها لكل القنوات بقى اللي هتمشي في الارض دي تمام كده طيب لو مشيت بويرب هنا كان هيبقى عندي فيه كم مشكلة يعني اه 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 اول حتة البرجل دي طيب انا وافتح المسافة اللي كانت طلعت من الحسابات بتاعتي تمام احسب المسافة اللي كانت طلعت ل انا اعتبرت دي الانون وستمت المعادلة بتاعتي بالعشرين وشفت اللي كانت تجيب للعشرين كان وقفت هنا بقى بسن البرجل عايزين توقع هنا 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 مش فرقة انا هام حاجة لان المسافة دي انا لسه ما عرفهاش انا كنت بس بشرح لك الاول هي كنت ممكن ايه اتهمك الفرق ما بين الاكس لما تجبر والاكس لما تزبر فما حضرتك هنا تيجي تقول عملت الحزبية دي وتلاقي اكبر من من 30 او ايه اكبر من 20 بشوية 22 25 طيب وحضرتك جيت ايه عملت الحزبية بتاعتك لأ تمام يبقى نيجي هنا ناخد البرجل نحط هنا في اي حتة كده على سن البرجل عند الكنتور الاربعة نفتح البرجل بمسافة الاكس اللي احنا طلعناها هنا هو اللي هي تكافئ لو احنا سوينا المعدلة دي ب20 سنت في الكيلو ده اللي هو المينموم اللي انا محتاجه علشان بس ايه في الديزاين قدام طيب ونروح عامل ايه بقى فاتح البرجل بالمسافة الاكس دي واشوف الالم بتاعي الفتح انت تفتح المسافة تمام كده وتشوف بقى البرجل هيقطع هنا ولا هنا في الكنتور مين بالنسبة الكنتور لاني ده الكنتور التاني اللي انا بحل عليه ايه ايه بجيب المسافة يبقى انا اوصل الانوط تنظر ببعض كده انا جبت مين خط عمل الميلة الميلة بتاعت مين القناة بتاعت او العكس طبعا ايه نبقى فاتح البرجل هتقطع هنا ايه ده الميلة الميلة اللي هتمشي بقى كل القنوات في الارض دي عشان تحقال ان الميل بتاعت كام عشرين سنط في الكيلو طب الخط اللي ده هنعمل بيه حاجة مش ده ده مش معناه كده ان دي قناة لا هو ده خط عمل خفيف كده نروح جايبين بقى ايه بالمصدرة بتاعتنا بقى مش ده كده الميل اللي ايه اللي جاب لنا العشرين سنط في الكيلو همشي كده بقى خفيف اه هعمل ايه هعمل قناة هنا وقناة هنا على بعد هدى القناة التانية دي اللي هو الدستانس فاكرين اللي هو احنا ايه ايلينا عليها اللي هي الوان بوين سكس كيلو او 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 تمام كده طيب انا كل ده بحل كما لو كان هي كانت اتنين وعشرين اربعة وعشرين سنط خمسة وعشرين سنط في الكيلو دي تقدر تلحقي نفسك واني هنا تلاقي نفسك ايه جوه المسافة دي طيب لو فرضا بقى لو فرضا المسافة دي ما جابتنيش يعني ايه ما جابتنيش يعني جيت افتح المسافة الاكس دي لقيت نفسي ان انا محتاج عشان اقطع الكنتور تو بوينت ايه ده لازم يبقى الكنتور ده برا الورا اصلا يعني البرجة المفتوح اوي لدرجة انا مش لقيت البرجة الهنا طيب الله طيب انا عايز اقطع تو بوينت ايه ده معناه ايه لابرجة البرجة الهنا ده معناه انا اه ده انا محتاج ان نقطع تو بوينت عشان الالف يعني سن البرجة لهو وفتحت البرجة بتاع مسافة اكس كبيرة قوي اللي هي في الوربة بس تلاقي وربة كبيرة قوي كما لو كان كأنه ماشي موازي للكنتور يعني القطعة دي لو احنا كملناها كده ممكن تلاقي قطعت هنا في ايه تو بوينت ايه كان برا البرقة كان هنا بقى نرسم هذا على الديسك اللي احنا عاد ين عليه فا لا يبقى هنا دلوقت في حالة لو هو ستيف سلوب والله المسافة اكس كانت جايبك هنا يعني انت فتحت البرج لقيت ان اكس اللي انت بحتاج عشان تجيب لك ال20 سنت في كيلو مسافة صغيرة وقطعت هنا في خلال الورقة بتاعتك يعني الدنيا تمام لو انت عشان دايما اقول لكم ايه لو الميل قريب او من العشرين تقدر نقطع هنا يعني حتة بعيدة موض تمام كد لو كملت دي مرة على ايدك كرسمت بقية الكنتور ده على ايدك تمام كد يا كد ايه ان انت كان ماشي موازي عشان تقطع عصلا الموض دي عشان توصل للمطور دين ببعض تمام كد طيب هنا البشمون دي كان لسه من شوية احنا هنضطر نمشي موازي هنضطر نمشي موازي عشان هي 43 سنت في الكيلو فهتلاقي اللي اقول لك علي ده جرب كده وانت قاعد في البيت وهتلاقي نفسك ان الـ دي انت مش عارف تجيبها هتلاقي ها بر قوي تكاد تكون ماشي كأنك موازي لحد ما تقطع بر هنا طبعا مش منطقة فخلاص انت بتبقى عرفت انك هتمشي موازي لبكنت طب فرضا تزبط معك في حال المش الساق اللي ايه لا احنا لازم نمشي موازي علشان نرمي في المصاب لا لا عادي لو كانت مثلا جيالي كده عرفت ان انا تخدمني او الارض الميل خدمني ان انا اعرف اعمل المجل بتاعتي طبعا المسافة هنا بصوا بقى لو انا رسم قناة القناة المفروض بتروي ازاي يمين وشمال ولا شمال بس او يمين بس انا بحل الكيس مش دلي الكيس دي مش هي اللي هتتحل بها دي بس بقول فرضا الدكتور اديتك الحتة دي الميل بتاعها كان خفيف قريب من العشرين فالإكس خدمتك بالبرجل فعرفت ترسم الخطوط موازية جوه الورقة ها قولولي كده هتروي شمال شمال كل مش هتروي مين عارف ليه لان كده معناك ان طالع عكس الارض اصلا الميا مش هتطلع العكس الديستربيوتوري هتروي الارض اللي تحتها هتقول ايه ده تعرفت منين عالي وواطي ايه قطع كده كروستيكشن عمودي على السنتر هالمنسوب ده كام هتتلاقي ما بين 3.4 و3 طب اللي على شماله كام ما بين 3 آسف آه ما بين 3 و3 2 يبقى النقط دايما هي اللي على شمال دي الايه الاوطى مش هاي بقى عاف تبع كده طيب فحضرتك دلوقتي كده الجزء ده القناة دي بترويش مال وده كمان بترويش مال طب القناة لما ترويش مال يبقى لازم احط ايه هنا احط درين احط مقى هنا كده ولا على بداية القناة التانية الله عشان كده عشان كده قلت لك ان المسافة هنا ما بين القنوات هي كما لو كان المسافة المفروض اصلا المسافة كنت شرحت لكم فوق دي كانت مبين مين ومين بتشيك مبين القناة والدرين اللي بعدها فانا رحت هنا خدعت اكلت كده في الكلام انتم واخد قلت لك القناة بعدها القناة وارح عامل ما بين المسافة اللي كنت مفروض توقف يقول لي القناة ما لها بالقناة لي المفروض انا لو حطيت هنا مصرف انا كده جمعت الميا اللي جاي من هنا والحطة دي ماتت عشان دي بتروي ليه هنا ما بترويش هنا يبقى بالتالي هلتطر في الحالة بتاعت الارض الاسلوبي تبقى لازم القناة بتروي في اتجاه وفي مصرف بعدها بالمسافة اللي هي وبعد كده القناة التانية لازم تمسك في الجزء اللي بعدها على طول تمام كده ما ينفعش يبقى ما بينه طيب وهكذا بقى القناة دي يبقى في هنا مصرف يبقى ده راوة ده لحد المصرف وبعد كده القناة اللي بعدها تروي ده وبعد كده القناة دي تروي ايه الارض دي وبعد كده هنا ايه هتيجي تقول لي طيب فين بقى الصرف اه انا ممكن اعمل مصرف هنا كده واحدة مينور ازودة زي لانا كنتم زودوا فوق دول طيب وكل دول بقى يا باش ما انت شايف رامين اصلا رامين على القناة احنا ننفع نرمي على القناة لا عادي انا ممكن اعمل واحدة ايه درين هنا بيرمي على كده المسافة خدمك هذا كده كيس طبعا هنا هتقول لي طب والحطة دي يعني كده دي ماتت اه طبعا هنحط لها ايه هنحط لها قناة لحو لا هتيجي تحط لها قناة موزية كده وترمي في المصرف ويبقى هنا فيه مصرف يتبقى عندي مين المثلث الجميل ده اللي من من الماينور برانش ولا لا ازاي انا انا ممكن بتاع الترعة خليه وشه شمال كده يعني انا كده ايه يعني اه بالزبط احنا هنبضى المشين كده تلاقي المثلث ده اللي مات لا انا اجر وش مال سادي كل يرمي يمين بقى تتكلم عن المثلث اللي بقى في الشمال خالص اخر حاجة صح ايو ايو بالزبط ايبا ساعتها ده ساعتها نعمل ده عالي هنا نضطر ان احنا ناخد قناة عمودية في الحتة دي ده احنا كده خلاص مضطرين لها علشان ترميلي هنا المثلث بتاع تخدم علي ويبقى هنا طبعا في مصرف طبعا ده كله بفرضية ايه يا جماعة ان هنا اصلا اصلا في قناة بتغزي القنوات دي اصلا صح ولا لا يعني دي اكيد مش بتاخد من مصرف ودي مش بتاخد من مصرف ودي مش بتاخد من مصرف تمام كده فهنا القناة البرانش ماشية فيه اه دي اللي بتغزي اصلا فلما انا رسمت ده انا رسمت الافيك بس الفيك ده وارد ان يحصل في الامتحام بس ساعتها الدكتور اكيد هتكون ممشية البرانش كده او هتبقى بس ممشية كده ثم ترجع كده هتبقى براحية طبعا ولكن هتبقى طبعا الجزء ده فيه اكيد قناة هي هنا ليه ما حصل شكده يعني ما تجيش تقول لي طب يا باشفوندس لو كان الاسلوب هنا لا هي ده كيس وليها حل انتو فهمين الان قصد ايه يعني ما كان نفس المسألة دي بس كان زبط ال لا يبقى اكيد الدكتور كانت تبقى دماغ احنا دلوقتي حطناها اه بس انا ايه بحلها لك وبفاهمك امتى المشيها ازاي والدنيا تبقى تمام بس بفاهمك ان لو الدكتور عايز الحالة دي هتبقى مدي لك مسألة تانية القناة تبقى ماشية هنا عشان تعرف تخدم عليه هنا في المسألة دي الدكتور عارفة ومتأكدة ان كلها هتمشوا مجبرين تمشوا ازاي موازل الكنتور تمام كده انا عايز امسح لهم انا 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 امسح لهم فانا هنا متأكد والدكتور فهم جيدا ان انت هتمش موازل فانت مش محتاج ان القناة دي يطلع منها قناة هنا تانية او مش محتاج ان البرانش كان يلف من هنا اصلا ان عارف ان حضراتكم كلكم هتعملوا ايه الاجس هتطلع معكم بيراموت فبالتالي انتم مش محتاجين غير ان البرانش تبقى ماشية كده خدوا بالكم الحاجات دي وتبقى تخطط احنا فهمين الدنيا ماشية ازاي انتم فهمين انا اصلا عشان دلوقتي فيه الشيطان هيلعب في دماغ الناس اللي عاب دلوقتي معي دي ما نركبش صوت على صورة مختلفة فاحنا كنا ناخد كل مسألة وليها طريقتها وليها تحلها تمام طيب هنا بقى احنا عارفين الدكتور عارفا ان انت كنت هتضطر تمشي موازي بتكبرك اصلا فانت تلاقي ايه ده انا همشي موازي والدكتور اصلا كده كده فهم ان انا 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 موازي لما اي حزبها قبليك اصلا وحلا فيحط لك البرانش ايه في الاتجاه لانها كده مش هتحتاج الجرده فهينا بقى لما حضرت تمشي موازي هل ينفع امشي هاخد طبعا دستربيوتور هل ينفع اسف همشي هل ينفع امشي كده ورب يعني كده امشي طبعا بعدها فيه مصرف وبعدها قناة كلهم بيرموا فين حتى لو تلاحظ حتى الدكتور ما هتطلقش هنا مصرف اللي انا قد افترضته هي حطة مصرف هنا عشان هي عارفة برضو انك انت مجبر تمشي في السكة دي فخلي بالك دايما في الانلائم ما تعودش وانت حتى بتذكر مع نفسك ما تمسكش لوحة وتتخيل قصة تانية يعني ما تمسك اللوحة تخيل اللوحتك بس وحل اللوحتك بس ما تقولش ايه طب لو الحتة دي كانت تزبطت كنت هعملي كده ما هو قد الدكتور اكيد هتحط لك حل للقناة هنا هتحط لك مثلا قناة اكيد هتغزيهم مش هتسيب كلايس كده طيب اشان دي انا وانا كنت حتى زمان من 10 سنين وانا كنت طالب ساعة كنت بغنط فيها اللوح ايه ابص على اللي من ده وافضل بقى افتي اقول طب لو كانت البرانش دي ماشي كده طب لو كانت دي مش عارف جاية كده طب يا حبيبي ما هو دي الكيس بتاعتها ولي احل لها لو كانت البرانش هنا لبقى الدكتور هتعمل لك حاجة تخلي ان الدنيا مالك تغز من الاتجاه ده وهكذا فاهمين طيب فحضرتك هنا الحالة اللي بجد اللي قدامنا دلوقت احنا هنمشي بورب شبه موازع على الكنتور هل الحل ده صح لا ما ظن عشان في حاجة عبيطة او انا سايبها حاجة اي عبيطة اي قريبة من الصح يعني حركة واحدة هتبقى صح عارفين ايه شباب الجزئية دي شايفين الحتة الحلوة دي دي كده بخيمات خلاص ليه لأن كل القناة هنا بتروي ازاي دي بقى واضحة قوي يعني بتروي التحت ما بتروي ش اللي فوق ها فحضرتك كنت مضطرة تعمل ايه هنا تبقى القناة بتاعتك مشية فعلا قريب جدا من الكنتور او موازي اصلا من الكنتور هنا في مصرف وهنا خط الكنتور انت تمشي موازي بخط الكنتور طبعا موازي دي انا هنا معلش عشان ايه هرسمها لكم بالمصطرة هتبقى احسن بكتير تقريبا مش هنس لحضرك دوس shift hold shift وحضرك بترسم بيعمل خط مستقيم من غير المصطرة هنا في الكوريجيت هتشتغل بييدك تمام كده الاماكن دي لازم تشتغل بمصطرة الجزء اللي هو اللي سلوبي تمام كده اهو فاحنا نعمل ايه الدرين اللي فوينا اهو نمشي كده اهو موازي دي اهو اهو نعمل الدايرة الجميلة بتاعتنا رمية في المصر تمام خد بالك بقى هتجي تقول لي ايه ده احنا لو ماشيين شبه موازي كده وعلى فكرة هو اهو موازي للكنتور بس القناة دي هي لها سلوب اه لها سلوب انك التحتيجة تقول لي ايه طب ما لو ماشي موازي يعني المنسوب ده يعني كده مالهاش لونجوتين وانسلوب الاس اللي هي كانت في معادلة ماننج فاكرنا ده منسوبه زي ده هقولك لا هنا برضو الدكتور لو تلاحظ لو انت مشيت جنب المصرف اللي قابلها ده عشان ما تسيبش مسافة ما بينهم تموت هتلاقي ان المصرف لقت منسوب هنا وعبال ما ماشي كده تقريبا موازي للكنتور نزل بقى عند كام عند فور فانت نفس الكلام هتلاقي نفسك انت وانت منسوبش مسافة هتلاقي نفسك ماشي برضو بمنسيب مختلفة هتلاقي نفسك انت بدي هنا من ونزل هنا تقريبا 3.9 3.95 ففيه فرق مناسيب تمام كده بس انت ايه مش ملاحظه قوي طيب تعال هنا نرسم المصرف اللي بعد وبعد مسافة ايه دي اللي هي ال 1.6 نرسم المصرف بتاعنا فكده خلصنا المصرف اللي بعده هنا بقى نرسم القناة هنا صح كده ايوة جدع هنا كده غلط ليه ان حضرتك هنا كده المية انت مية راود دي صرفت في دي هنا مفيش حاجة لا يبقى لازم نعمل ايه في جوار المصرف مباشرة هتلاقي حتى بص المصرف اللي بعده اصلا لقت منسوب مختلف عن بدايته وهنا دي القناة شايف المنسوب هنا على كنتور كام وعبرا ما وصل هنا نزل تحت الكنتور بشوية نعمل القصد يا شباب بس وفي الآخر هنحط ايه مصرف يجمع مين القناة اللي فيه دي وكده يتبقى الجزئية بتاعت اللي دي خلص تمام كده يا شباب طبعا يعني مش شرط ان هما يبقوا اتنين بس عشان باش مانسح لها اتنين يبقوا اتنين ممكن اصلا المسافة اللي انا استها دي ممكن اصلا تبقى سيارة فتلاقي نفسك احتاجت مصرف في قناة في مصرف في قناة في مصرف في قناة وفي مصرف في الاخر تمام كده اكيد مش هيبقى في قناة في الاخر ويبقى اللي لازم في الاخر دي مصرف لان دي هيبقى في قناة هنا تغطي كل المستطيل ثم مصرف الاخير دي تمام كده اخر مينور لازم تنهم مينور تمام كده طيب تعالوا بقى في الحتة اللي هنا دي خلاص احنا كده قررنا خلاص او ان شاء الله هقولولي الحتة اللي في الاخر دي بقى هنعمل فيها ايه هنزل زعادي بما ان هشوف الاسلوب الاول ايو جدع هي دي بقى تترك هتشوف الاسلوب الاول دي كل ما ممتز جدا هشوف الاسلوب الاول ده برضو ايه خط عمودي نشوف برضو المنسوب هنا كده كان انا منتشك ده شكل ايه فيه كاتيجور جديد غير الخطوط القريبة من بعض او ده بقى وسعت يبقى ده كده حاجة جديدة او يبقى كده ايه ده عند 2 وده عند 2 نجي بقى نرسم المثلس الجميل بتاعنا عند 2 وانقيس المسافة الاكس ده نشوف الاكس ده بقى بالصنط ونحاول ها بالكيلو تقريبا هنا السلوب هيطلع من 10 إلى 20 او قريب من 10 سنط في الكيلو هيطلع حاجة صغيرة قوي في حتى ساقات هنعمل ايه لو هو ماشي من 10 إلى 20 او اقل من 10 سنط في الكيلو لو هو اللي هو اللي هو اللي هو جادر ما عرفش هنقدر نكمل لو هتبقوا قادرين خلاص اوكي اللي هو الصينوط تمام كده احنا احنا بنعمل عشان نصممها او نجيب اللي هو خط الميا المناسب لها لازم هيبقى دايما من 10 إلى 20 سنط في الكيلو من هنا هو الكلام بقى من هنا لازم امشي هنا ترمى المياه الاقل من 10 أو من 10 عشرين انا كده زي الفل ممتاز يبقى انا كده اخده زي ما هو يبقى امشي عمودي على الكنتور لان انا كده مش محتاج اعمل او حاجة عشان اصلا اوصل للعشرين او اقل للمي بتاع انا كده طالما من 10 عشر عشر يبقى او اصلا او او تمام كده طيب هنجي نعمل ايه بكل سهولة خلاص هنا الدنيا بقت سهلة هيزل المسافة اللي بتاعتي من البرانش اصلا لان هي هتخدم يمين وشمال صح بالضبط وهنا برضو جماعة اللي هيخدمك لما بتبقى مشي عمودي على الكنتور ان دايما بتروي يمين وشمال زي باشمون دس هتمشي عمودي خلاص يمينك منسوب يمينك زي منسوب شمالك مش هيبقى فارق معك سمام كده طيب قولوا لي هنبدأ هنا بقناة مثلا يعني مش فرق يعني هنا هنبدأ بقناة اهي فالقناة دي هتروي ايه مش هنيرو بيها اشملنا هنيرو بيها يمنا بس هريكي نخط مصرف طبع المصرف القناة كله بيرمي في المين درين لو تلاحظوا شايفين مينور ورامتها فين في المين درين عادي طز مش لازم تروح للميجور ايجاب ميجور في المين لأ طز عادي ده مصرف بعد كده نحط هنا القناة طبعا ايه خط لازق فيها هنتاخر بس شوية ها هنتاخر بس شوية عشان نروي مين ايه ايه ده جدع ايوه حد خد بال انا عمال ايه واخدكوا كده ايه صراحان ها هنا كنت لازم ارسم هنا كده لازم ارسم القناة لازق في المصر لا لانها بتجاه ايوه هي جيدة عن بربنديكولر هي ايه شباب هي بربنديكولر سوين كده معلش الشاشة شغالة معاكم شايفين ايوه تمام اوكي رجعت ايه هنا علشان حضرتك بتروي مينو شمال لانت مش محتاج هنا انك تحط قناة لازق هنا لان حضرتك هتحط قناة هنا تاني بعدها بمسافة اللي هو ايه الوان بوين سيكس كيلو او 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 اي مسافة زد اي 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 هنا برضو هتروي مينو شمال نحط هنا مصرف بعد كده هتيجي ممكن تجيس بقى الحتة دي تلاقي انك انت محتاج قناة هنا هنا بقى دي اخر ترك خلاص خلاص ايه ترك ايوه ايوه الحتة لانا احتفظ بيها لاخر الستكشن لما كنت جيت اتكلمت في الحتة دي قلت لك الجزء ده هنضطر نطلع له جنبية تمام طب وليه ده بقى لقى يعني الدكتور قالت لك في الامتحان او انت بطبيعتك بتاخد اخر جزء من من البرانش اللي قبل التيلسكيب دوت بتاخده على انه حاجة اسمها راي مباشر يعني بتتعامل مع معاملة مين يا شباب الله ينعي عزا ليه بقى وده منطق طبع ده منطقة جدا انت متخيل في التالتة في الرابعة في الخمسة في الستة ويمكن هنا في اكتر في السبعة في الثامنة في تمانية سحب مياه في ناس كتير جدا سحبت مياه قبلك فقبل ما الكيون اللي وصلت لك هنا نصيبك وصل لك اكيد كان خلاص صغير كما لو كان يعادل من قناة دستربيوتر فخلاص الحتة اللي في الاخر نقدر نعمل منها يا شباب سواني شباب معلش سواني سواني ما شباب معلش دون يدقي معلش ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 التفاعل. اللي هي اخر ريتش دي. فبالتالي دي اللي هنستغلها كأنها دسترويوتري هتروي يمين. شمال اس. انا ما عرفش الاتجاهات عندي ويزرية. هي يمين وشمال. طبعا كده. فخلاص الدسترويوتر اللي دي او اللي هو اخر ريتش في البرانش. هتروي الجزء ده وده هيبقى المصرف بتاعها. طبعا انت لما تزبطوا المسافات هتلاقوا ايه انها هتنهت مصرف. ما تحطش انت بقى قناة تانية هنا تسترويوتر. تبقى موازن. تمام كده. فخلاص هتتتعامل ان دي هي اللي هتروي دايريك. وهتروي هنا يمين. لان هنا هيبقى ايه. ما بينها وبين الميجور درين برضو هتبقى المسافة ايه. تمام كده. يبقى انت بتالي كده خلصت يا شباب جزئية. خططت الارض كلها. ومعاك جميع ايه? القنوات بتاعتك. وجميع ايه? المصارف بتاعتك. اه بالكامل طبعا ايه? لتلو تقدر بقى يعني كشياكة بقى او يعني زيادة بقى في اللي في الحل يعني. اه انك انت ترقم بقى القنوات والمصارف. ترقامها ازاي? تدير كل واحدة ايه? اه كيلو متر واش زي الطرق كده. انت مش الطرق لما بيرسمهم تخطيط كده لطريق. يقول لك ده الطريق. يقول لك ده الكيلو سفر. وده الكيلو خمسة. وده الكيلو عشر. عشان بعد كده لما يحصل حاجة يقول لك ايه? في حدثة حصلت عند الكيلو عشرة. مش هنيجي نقول له عند الحتة دي اللي هي قريبة. مش هينفى. كمهندسين ما يفعش نقول كده. فان القنوات برضو بنعمل درس الكلام والمصارف. فالقناة. بتبقى هوا. ادي كده ايه? القناة ايه? ده بنبدأ من هنا الكيلو زيرو. وتبدأ بقى مش انت معاكس كيلو المصطرة. تبدأ بقى تمسك المصطرة بتاعتك. ويتقيس. اه مش الصمت بنص كيلو. يبقى الايه? الاتنين صمت بايه؟ بكيلو. يبقى تيجي هنا كده. اهدي صمت افترض انها صمت يعني بنص اصلا. هادي صمت التاني. يبقى تيجي تعلم كده تقول واحد. صمت تاني اتنين. صمت التلاتة. يبقى القناة دي كام? انت رقمت عليها كده ايه? تلاتة كيلو. ممكن يبقى ثلاثة كيلو حتة. يعني ممكن عادة عادة حط ان الاخر واحدة دي. مسلا لو اياه مسلا. تعالنا نقولها على القناة اللي بعدها اهو. يبقى دي مسلا اي ادي الزيرو بتاعنا اهو. بعد ايجي لدي سنتي التاني ادي كيلو ادي اتنين مسلا ادي ثلاثة ادي مسلا اربعة ادي اربعة بوينت اربعة. الحتة اللي هي متبقية ديشوفها ادي ايه وتخبطها بالكيلو. تمام كده? ونفس الكلام برضو للمصارف بس بالعكس. المصارف بقى ازاي? بيبقى بالعكس. السهم هو اللي بيبدأ بزيرو. يعني هنا كده. نيجي هنا. ويبقى ده الزيرو. بتاع المصرف. اللي هو السهم ده. والتقيس هنا مسافة برضو باللسكيل بتاعه. الاتنين سنتي بكيلو. كل كيلو اترح ما اعلم. كل اتنين سنتي اتنين. ادي الكيلو تلاتة. ادي الكيلو تلاتة مثلا بوينت ايد. مسلا ايه. بس وتبدأ برضو ايه? تبدي اسامي للقناوات عشان اقول لك يا قناة رقم كام? عشان هتقول لي اللي هي اللي قريبة او اللي في اول البرانش او اللي في نصف البرانش. لأ ليه هي رقم. بييترقم ازاي? مش دي اسمها السي اتنين. نبدأ نمشي. مش دي كده اول البداية بتاعت السي اتنين. نبدأ بيها المياه مشي كده. اول قناة تبقى خارجة منها تبقى اسمها السي اتنين واحد. طب لو في واحدة كتتطلع هنا. فوق. مثلا. في نفس في نفس المكان. مش هتفرق. سميها هنا السي اتنين واحد. سي اتنين اتنين. عايز تسمي دي سي اتنين واحد. سي اتنين اتنين. مش فرقة. عايز تخلي دي واحد ودي اتنين. دي اتنين ودي واحد. ولا اي فرقة. ولا فرقة معي اي حاجة. تمام كده? طيب اللي بعدها يبقى سي اتنين اي اتنين. اه نمشي. اه دي بقى دي سي اتنين تلاتة. سي اتنين اربعة. دي سي اتنين اتنين ستة. ايه واحد يطلق بطري يحط هنا ها. لا احنا ماشينا اهو. اتنين سبعة. اتنين تماني. واخر حتة دي ما منسماش لان دي من ضمن زي اتنين اصلا. ايه واحد يروح يسميها ها. تمام? نفس الكلام للمصارف. تيجي برضو هنا المصرف. انت بترقم هنا ايه من الزير والحد هنا. تمشي برضو مع المصرف. فين اخر ما صب ليه? يعني المصرف ده اهو. اهو. ونازل لحد تحتهم. ده كده مين? المين درين دي. ده الميجور درين دي تو. فدول هنسميهم ايه بقى دول? دول هتسميهم درين دي واحد. لان هي بترمي في مين? في دي. ما يجيش تقول لي ايه ده دي ماينور. لما لازم يبقى فيها رقامين. لأ. الدرينز بناءا على اللي انت هترمي عليه. لو انت بترمي في دي. يبقى انت كأن مثلا المصرف واضح انه ما ماشي كده. تمام كده? المية هتبقى ماشية كده. متى تيجي تمشي برضو ايه? عكس المصرف. اه دي ميجور درين دي تو. تمام كده? ودي هنسميها. اه ممكن نسمي دي دي سري. مطالة ما بدأ بدي تو. يبقى دي دي سري. ونسمي دي مسلا ايه? دي فور. تمام? كأنهم دول بقوا ميجور. ثم في السلوبس مش هتبقى ميجور. تمام كده? احنا عارفين انه هي بتخدم على مساحها مش ميجور. طيب. ها. بعد كده تيجي تمشي هنا بقى. تعال بقى. هنا خلاص احنا خلصنا دي. دي طالع من دي. فدي دي اثنين. دي تلاتة. دي اربعة. اكيد دي كان قبلها في دي واحد. وبعد كده ان شاء الله هي بقى دي خمسة وستة من لاش دعوية برى الخريطة بتاعها. طيب نرجع هنا بقى الميجور درين تو. نمشي من السهم من الزير وبالراجع. اه اول واحدة رابط ايه. دي اثنين واحد. دي اثنين اثنين واحد اثنين اثنين. على كده نمشي كده دي تلاتة. دي تلاتة ايه اثنين اربعة. هنا اثنين خمسة. دي اثنين ايه ستة. تمام كده. يبقى كده رقمنا مين القنوات المصارف. اخر حاجة ممكن تعملها اه اللي هي ايه كل قناة احسب لي كده المساحة الاريا سيرف دي ليه بتخدم عليها. يا مثلا القناة دي بتخدم على مساحة دي. تخدم على المستطيل ده. والمستطيل ده. صح ولا لا. يا بالتاني ممكن تحسب لي مساحة بالمستطيل ده. بالتقريب ها. يعني المستطيل بجد. مش تيجي تقول لي. اصلي ده ترابوزويدل. ومشي. لا لا لا. تمام? حاول تاخدها اقرب مستطيل. طب لو انت كان الارض مثلا. يعني انت عامل قناة. اه قفل على دلع فهرم صغير فوقه. دلع كبير تحت. اعمل يا ترابوزويدل. اللي هو نص ايه قاعدتين في الارتفاع اللي ما بينهم. تخد بالوايب. فقط شو بقى تقول لي. اصلي حيثة دي تبقى مسلس صغير وحيثة دي مسلس كبير. لا لا. فانت هنا مثلا هي تقريبا ايه? شبه ايه? مسلس. انت تقول لي هي بقى حيثة الضلع ده كام. في الضلع ده كام. طبعا انت كايستو بالسنتي. وهاستنا بالسنتي. وحاطرت bekommenش بحتاجوا بالسنتي. الي لقيستو هنا ضلع ده بالسنتي. حاوله بالكيلو. واللي قاستو هنا بالسنتي. حاوله ايه ما يعادلوه بالكيلو.отدرب دفدى. كنان ente إذا جبت إيه الاريا اللي إيه بتاعت المستطيل اللي على الشمال. والنفس الكلام هتعمل وهو هقول تاني عشان لو في حد ايه مخد شمال. وقال إيه العرض إيه ده مضروبا فيه العرض ده. لا ياسف يا مالك مني او في العرض ده. بتاعت المستطيل ده. يبقى دي كده الاريا 2. يبقى تجي هناك تكتب على القناة بتاعتك اللي هي كارت هنا هيدي. تمام تكتب ان الاريا سيربت. وتروح بقى انت جامع الاريا 1 زي الاريا 2. بس تتعمل إيه بقى فيهم؟ تقسمهم على 4200. ليه حضرتك؟ وقاسف وتضربهم في 10.6. عشان تحاول دول دبعا لما تضربت ده كيلو في كيلو. انت جبتهم سنتي بسنتي على الإيه بالأريستو على اللوحة. حاولهم بقى كيلو في كيلو. ولما تضرب كيلو في كيلو يبقى كيلوميتر سكويل. لا يطلع لديه بساحة بالكيلوميتر إيه؟ سكويل. ولما تضربه في 10.6 ده حاولتها الميتر سكويل. لما سنتي على 4200 حاولتها بالإيه باشا؟ بالفدان. لان احنا معادلاتنا كلها. معتمد على إيه؟ ان هي بالفدان. دي بقى الاريا سيرفت دي. اللي ان شاء الله اللي هو السكشن مش اللي جاي. مش الصينوت كل بعده. هنستخدمها بقى. نشوف كل قناة. اه دي بتخدم كتعلم ساحة. كذا. فدان. فتضربها في حاجة اسمها الووتر ديوت. اللي هو الأرض دي بقى. محتاجة كد ايه؟ الزرع اللي أنا هسرعها هنا. محتاجة نسبة مية دي. كذا متر مكعب في الفدان في اليوم. فساعتها نبقى عارفين القناة دي. محتاجة نجزيها بقى ايه مية. اللي تخش جوه القناة دي. اللي تقدر ساعتها ايه؟ لما تيجي تروي. تبقى ايه مكفية الأرض ايه؟ دي كلها اللي هي بتخدم عليه. كاكيو. تمام كده يا شباب. يبقى كل قناة تكتب. ونفس الكلام ممكن لزم مصرف. المصرف برضو. تشوف المصرف ده. اه ده بياخد المية. بيستقبل المية اللي هنا. وبيستقبل المستطيل بتاع المية اللي هنا. يبقى نجمع الاريا دي. تحسب برضو الاريا دي. هتيجي تقول لي دي مزجزجة. ممكن نقسمها كده. ترابيزوي ده الفوق اهو. وترابيزوي ده التحت اهو. بالوايا مجدعين ها. تمام. بس وتجي تقول لي يبقى الاريا دي. زائد الاريا دي. زائد طبعا اللي على الشمال دي. كما لو كان مستطيل اهو. وتروح ايه اللي يبقى التوتل ايريا. بعد ما تحاول برضو السنتي الكيلو. وتزد رفع عشر أو ستة. وتزد رفع عربعة طالف ايه. ومتين. واضح كده شباب. انا كده بالنسبة لي. انا خلصت بتاعة الايه. لو في حد عنده اي استفسار او كده. طبعا معرفة انتهاء انتوا عندكم قابلية. ان تاخدوا الصينوتك كمان وراه. ولا تحبوا يبقى فمعات تاني. خلال يومني جايين. انا بالنسبة لي مش فرقة. ممكن لو كده ناخدوا دلوقتي. بان احنا عدنا اربعين ديئة بستريون. او لو كده برضو ممكن نشوف لو يوم اجازة يوم جمعة. او يوم الخميس اللي حضرتك يخدني. هو احنا الخميس. اه تفضل ايه. تقول هو اياخد وقت قديه برضو عشان واحد يخد ساعتين تلاتة. ولا هياخد نص ساعة. اه لا يعني الصينوتك هيطول شوي. يعني ممكن ياخد مثلا ساعة ومص كمان. احنا خلينا بص. خلينا احنا كده كده معانا لسه رنج. ان احنا يعني بداية الاسبوع اللي جاي. ده لسه رنج معانا. يعني ممكن مثلا ايه. نعمل سيشن يوم. يعني انتوا مثلا بالنسبة لكم يوم الاربع. ايه الوضع يا بتاعوا. مفيش مشكلة. نفسي معاك. ويوم الخميسة ينفعني برضو. بس ممكن على الساعة خمسة. يعني انا اصلا كده كده الساعة اربعة ومص. هبقى لسه مخلص سيشن اصلا بتاع الاسبوع ده. اللي هم الشباب اللي هم بياخدوا فيزيكا البد. فهو تالتة مدنة. اوكي انشاءات. بعد ما خلصهم اربعة ومص. ابدأ انتم معاكم سيشن اللاين ورايعت في الكلية هناك باللاب. اشترح لكم. اشترح لكم اللي اشترحتون. اتفضل فضل. الخميسة هيبقى عندي محاضرة لحد الساعة اربعة ومص في كل ليلة. اه لا. ممكن الاربع لو اماشي مع حضرتك الاربع مثلا في نفس المعادلوقتي. خاليني اؤكد عليكم لان انا الاربع بيبقى عندي ساكاشن لحد الساعة تقريبا ستة بالليل. هو بقى طالع منها مفرهة موت يعني. اللي هو بتبقى ايكينوميكس وكده. فانا لو خلصتها بدري. او لو يعني قدرت تعتذر عنها الاسبوع دوت. ممكن ان ناخد يوم الاربع. التلاتة للأسف انا عندي بقرة سيكشن اونلاين برضو الساعة سبعة بالليل. فده هيبقى بالنسبة لي صعب. يعني يوم التلاتة مقفول. يوم الاربع مش هيبقى فيه غير ممكن يوم الاربع. بس الاربع يعني هيبقى بالنسبة لكم المعادل المناسب امتى. يعني انا بالنسبة لي مش هاضر ابدأ قبل مثلا تمانية بالليل. مفيش مشكلة ممكن على تسعة حتى بالليل. نعم. نبدأ السيشن. السيشن بتاعت الساينو. طيب فلاص مفيش مشكلة. نشوف كده ان شاء الله يبقى كده معادلنا التقريب حتى لانو هبقى كده عليكم. ممكن لو تعملوا جروب بيني وبينكم على الواتس. نتناقش عليها. اقدر يعني ابعت لكم استيشن التو تعملوا ريكوردينج ديت. تبعاتوا البعض عليها. نتفق على الموعيد عليها بدل ما ايه. الدنيا تبقى. اقدر مثلا لو في معادها بتطرحوا نعمل فوتينج على الجروب. فاهمني. براحبكم لو انتمش عايزين تعملوا ده عادي برضو. انا مش بكبركم على حاجة براحبكم خارس يعني. اقدر عليكم النهاردة ايه. نحن نحن نتكلم النهاردة للحد. يعني ممكن على بكرة اخر اليوم. اكد عليكم موضوع معادي يوم الاربعة بإذن الله.